طيب خلينا شوف يشي السؤال بعده يا ربي الأسس سؤال صعب كيف يديني يحلوا خليني أجي يحاول فيه طيب شيئوات مو موجودة في الاختيارات أصلا طيب يا عمي خليني أرمي حاجة عمي ما فيه وقت خليني ألحق على السؤال نفسه سؤال الأسس يا عمي الحمد لله جاني أنا عارف الاختصار الصح في كل العالية أنه أطرح ثلاثة وثلاثناش على ثلاثة وثلاث عشرة طبعا هيطرح عندي ثلاثة وثلاثنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل السلام معاكم أحمد حجازي وفكيت نفسي من القدرات من أول محاولية بدرجة 97 بمذاكرة أقل مجارة وبتكلم هنا عن اختصارات حتساعدك تجيب درجة فوق 90 في اختبار القدرات تيجي الموضوع الأسس تحسه شيء معقد تحس إنه لا يعمي جبر وباين إنه شيء معقد لكن خلينا أقول لك ثلاثة اختصارات حتفكل لك هذا الأزمة بالكامل وهذه الثلاثة اختصارات هي اللي تتكرر في الأسس فنيجي على أول اختصار عندنا اللي هو اختصار أهم الأسس فزي ما عارفين الأسس هو العدد تضرب في نفسه أكثر من مرة فمثلا عندك مثال يقول لك 2.5 فانت عارف إنه الناتج حقه هو 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 فخمسة مرات تضرب الاثنين مع بعض وتجيب الناتج اللي هو عندي 32 لكن للأسف في اختفال القدرات ما عندك الوقت إنك تضرب الأرقام الكبيرة هذه فنفترض جابلك 12.2 أو 13.2 فالضرب طويل ومعقد وانت حتضيع وقتك على الفاضي في اختبار القدرات فعشان كذا هذا الاختصار ببساطة يلخص لك أهم الأسس اللي تيجي تتكرر في اختبار القدرات فكل اللي عليك أنك تحفظ هذا الجدول وتكون كذا خلاص أهم الأسس في موخك تقول 70% من أسلة الأسس سارت في جائبك فخير يجي ناخذ أول سؤال عندنا اللي هو بيقول لنا زي كذا يقول لك أقرب قيمة للمقدار التالي 11.2 زائد 13.2 وتلاحظ عندك هو بيجيب قيمة قريبة ويجمع عليها الأرقام عشان يطلب منك بالظبط أنك تقرب أقرب عدد موجود فتلاحظوا معي 11.2 كانت موجودة في أهم الاختصارات لو تذكروا معي من الجدول ستلاقوا أنه قيمتها بالظبط هي 121 ولي يجي دحين للقيمة الثانية تلاحظ عندك 13.2 برضك هات موجودة عندك في الجدول وكان قيمتها 169 فبدل ما تحاول أنك تضربها 13 ضرب 13 وبعدها تجيب من ضرب المطول وتجمع ومدري إيش فالموضوع سارت أبسط لك أنك عارف أهم الأسس فدحين كل اللي عليك أنك تحل السؤال نفسه فعندك يقول لك الخير ألف فهو بيطلب أقرب قيمة ما بيطلب بالظبط فإيش أقرب شيء للـ 121 فعندك الـ 120 قريبة 100 قريبة لا هذه 90 بعيدة و160 كمان بعيدة فأنت استبعت جي مودال من البداية طيب نشوف الرقم الثاني يقول لك 169 فهل الـ 80 قريبة؟ طبعا لا فهنستبعدها لكن تلاحظ عندك 190 أيوة قريبة منها أكثر فهي تقريبا تساوي 170 فهذا أقرب قيمة تكون موجودة لـ 169 فعشان كده هنختار الخيار وهذا بطريقة جدا بسيطة كيف يمديك تطبق على أول اختصار موجود عندنا اللي هو اختصار أهم الأسس خليني يجعل الاختصار الثاني اللي هو بساطة اختصار ضرب الأسس فتراحب انه تلاقي في عندك رقبين فيهم أسس وهم مضروبين في بعض فكيف يمديك تضرب في هذه الحالة فصراحة عشان يمديك تحل هذا السؤال بأبسط الطرق الممكنة عندك ثلاث خطوات أساسية ضروري تمشي عليها فأول حاجة ضروري تتأكد انه الأساس متساوي يعني لو عندي هنا ثلاثة ضروري تلاثة الطرف الثاني أو أربعة تكون الأربعة في الطرف الثاني عشان يمديك تضربها بالطريقة اللي انا هقول لك عليها وبعد ما تتأكد من هذا الشي تيجي الخطوة الثانية انك تجمع الأسس فوق فتلاحظ عندك التح تبقى زي ما هو اللي نسميه الأساس والأسس الرقام الصغيرة الفوق هتجمعهم مع بعض طيب وبعدين هتكتب الرقب المشترك اللي يريد انت تتأكد بانه وفوقه ناتج الجمع الموجود فخلينا يجي ناخذ هذا السؤال السخيف فمثلا عندنا يقول لك 2.5 ضرب 2.7 كيف حمديك تحل هذا السؤال فأول حاجة انك تتأكد انه عندك الأساسات متساوية فهذه أول خطوة موجودة عندك فعندك ال2 وال2 فهنا انت عارف اكيد انه ال2 زي بعض فتحق الأساس موجود عندك زي ما هو وبعدين هتراحظ انك انت عندك الأسس هدولة انت عليك تجمعهم فعندك 5 وال7 5 زي 7 كم عندك 12 فالناتج عندك 2.12 فتحط الأساس هذا وتحط فوق المجموح حق الأسس جدا سألو بسيط فخلينا ندخل ونهجم على كيف يجيك في اختبار القدرات فحتلاحظ عندك يقول لك شيء زي كده يقول لك إذا كان خمسة أس ألف ضرب خمسة أس با يساوي خمسة أس عشرة فأوجد قيمة ألف با وقيمة ثانية ثمانية فأحمد ايش دخل الألف والبان ايش دراني ومجموعهم ايش فتلاحظ هنا شيء غريب شوية يقول لك ايش خمسة أس ألف فعندك أس تمام في عندك أسس وفي عندك ضرب فاحن ايش عندنا في قاعدة الضرب إنه ضروري يكون أوكي إنك تجمع اللي فوق فنكتبها هنا خمسة ضرب خمسة تساوي خمسة أس عشرين وهنا عندك الألف وهنا عندك البا نفترض ألف وبا كانت رقم معين أنت تأكدت الأساس زي بعض صح؟ فكله لعليك إنك تحط الأساس وتجمع الأسس صح؟ فهذا هو اختصار ضرب الأسس فحتلاحظ ألف زائد با هيكون الناتج صح؟ فالناتج مفروض الضرب العادي فوق هيكون ألف زائد با هو بيقول لك هذا كله حيساوي خمسة أس عشرين فكأنه بيقول الخمسة زي الخمسة فكأنه بيقول ألف زائد البا هي قيمتها عشرين فهنا عندك القيمة الأولى عشرين القيمة الثانية ثمانية مدام خلاص وصلت لهذا الحل فأنت أكيد الموضوع سهل فحتكون القيمة الأولى هي القيمة الأكبر خلينا نيجي لإختصار الأخير اللي هو اختصار قسمة الأسس فإحنا شفنا الضرب عليك تجمع بين الاثنين فخلينا نيجي نشوف إيش الخطوات اللي حتكون عندك دحين هنا في القسمة فأول حاجة هو نفس الفكرة دولي تتأكد أنه الأساس متساوي طيب لو ما هو متساوي عليك تخليه متساوي وحوريكم بالضبط كيف وبعدها بعد ما تتأكد أنه الأساسات زي بعض دحين نقول عليك أنك تطرح الأسس من بعض فزي ما شايفين الضرب حتجمع هنا حتطرح الأسس من بعض وبعدها آخر حاجة حتكتب الأساس وفوقه ناتج الطرح الموجود طيب فخلينا نضبقه على سؤال سخيف فتلاحظ عندك في هذا المثال يقول لك أربعة والثلاثة قسمة اثنين والثلاثة طيب وقف شو يا أحمد فأنا الملاحظة عندي أربعة وعندي اثنين وفيهم قسمة كيف يمديني أحلهم والاثنين ما هم زي بعض فهل الاختصار كله راح لا انتبه شو يا خلي أركز معايا على أساس أوريك الفكرة فتلاحظ هذه الأربعة لو تذكر معايا هي تساوي قيمة معينة في الأسس فعندك اثنين أس اثنين هي تساوي عندك أربعة استخدم من أهم الأسس هذه القاعدة ونيجي نطبقها على هنا فكأنه هذه القسمة صارت اثنين أس اثنين أس كله ثلاثة تمام قسمة اثنين أس ثلاثة طيب يا أحمد ايش يسوي هنا بالظبط فتلاحظ هنا عندك هذه الأس اثنين وبعدها فوقها أس ثلاثة لما هتلاحظ أسين وراء بعض دائما عليك تضربهم فحيصير اثنين أس اثنين ضرب الثلاثة قسمة اثنين أس ثلاثة تمام هتجيب الناتج حق الضرب فوق فحيصير اثنين أس ستة قسمة اثنين أس ثلاثة فدحين صارت الأساسات المتساوية كله عليك أنك تطرح الاثنين فحتلاحظ عندك الناتج هو هيطلع اثنين وفوقه عندك ستة ناقص ثلاثة فالأساس واحد فانت عليك تطرح ايدي فستة ناقص الثلاثة حتكون عندها اثنين أس ثلاثة وهذا هو الجواب الصح الموجود عندك طب احمد أي سؤال كان شيء فيه صعوبة لكن وريني بالضبط كيف في الاختبار يجي فخلينا يجي ناخد سؤال من الاختبار فيجيب لك إياه بهذا الطريق يقول لك أوجد قيمة ويجيلك أرقام مضروبة ومكسومة على بعض انت عليك تستنتج اشيكون الناتج فأول حاجة تلاحظ عندك في الاختيارات انه عندك هنا ثلاثة 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 وعندك أسس فيها فأكيد هيطلع ثلاثة أس رقم لكن هتلاحظ فيه رقم واحد غريب عندك تسعة عندك ثلاثات أوكي نقدر نطرحها نجمعها نسوي اللي نبغى لكن هنا عندك تسعة فأول حاجة عليك تجيب قيمة التسعة هذه هي تساوي كم أس ثلاثة مدام انه الاختيارات كلها ثلاثة فلو تذكر معي في أهم الأسس هتلاحظ عندك ايوة تسعة كانت ساوي ثلاثة أس اثنين فكيد انت عارف دي حين ايش القيمة اللي هتحطها فحتحطها بالطريقة العادية ثلاثة أس اثنين ضرب ثلاثة أس اتناعش على ثلاثة أس عشر دي حين كل اللي عليك تسوي النبساطة منك تضرب وتكسم بنفس الطريقة فإحنا زي ما شفنا أول حاجة خلينا ناخد الضرب فعندك الأساس متساوي فحتحط الأساس زي ما هو ثلاثة وحتيجمع مدام ضرب فحنجمع اثنين زايد اثماعش تمام على ثلاثة أس عشر حجيب الناتج حق اثنين زايد اثماعش حيطل عندك ثلاثة أربعة عشر على ثلاثة أس عشر دي حين هنطبق اختصار القسمة انه بساطة نطرح الأساسات فيقوم ثلاثة حتساوي أربعة عشر ناقص عشر فحيطلع الناتج عندك أربعة عشر ناقص عشر وكذا انت تقول انه خلاص أسئلة الأسس هتكون في جيبك فعشان تثبث نفسك انه خلاص وختمت على أبو الأسس في اختبار القدرات في أبواك تحلى لهذا السؤال في التعليقات ونشوفك على خير مع السنام